في الكرك حظي المشاركون بورشة كتابة السيناريو بفرصة مميزة لحتى يتعلموا مهارات وأساسيات كتابة السيناريو ابتداء من التعرف على القصة، ما هو النص، كيف نعمل المعالجة الدرامية وصولا إلى تعلم مهارات إعداد المحتمى فيما يسعى المنظمون والمشاركون لاحقا لإنتاج قصص وأفلام بتمثلهم وبتخدم إبداعاتهم الهيئة الملكية الأردنية الأفلام عم بتنفذ أول ورشة عمل إلها في الكرك هي ورشة كتابة السيناريو للمبتدئين لأبناء وبنات الكرك إن شاء الله إحنا متأملين أنه هذا المركز يكون زي باقي المراكز اللي عملناها في المدن الأخرى في الأردن إحنا تقريبا في سبع مراكز منتشرة في مدن أردنية وفي بعضها لها سنين عم تشتغل وفي شباب كتير عم بيستفيدوا منها متأملين أنه نعطي الفرصة لأبناء وبنات الكرك المهتمين في مجال السينما والتلفزيون شاركت مع الهيئة الملكية لصناعة الأفلام بورشة قيمة في نادي الإبداع كانت هذه الورشة بعنوان كتابة السيناريو الهدف من المشاركة بهذه الورشة هو الاستثمار الأمثل لما هوبت الكتابة اللي أنا بمتلكها بالإضافة إلى امتلاك واكتصاب مهارات جديدة وأدوات جديدة في الكتابة وأطمح بقادم الأيام لكتابة السيناريوهات هادفة أما عن مشاركتي في هذه الورشة لتنمية مهاراتي بالكتابة ولربما بقادم الأيام نساهم في إصار رسالة من خلال مشهد مصور وبعدين على هذا الأساس نرجحها قصة ونعمل قادم